إلى تغطياتنا الإخبارية الخاصة بعملية عادة الأمل في اليمن حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 11 سيارة لإدارة الأمن بمحافظة عدن وذلك في إطار دعمها المتواصلة لليمن وتعزيزا لأمنه واستقراره ومن جهة أخرى شن الطائرات التحالف العربية اليوم سلسلة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح إلى التفاصيل جراء سقوط قذيفة عسكرية من دخل الأراضي اليمنية على مدينة النجران السعودية جاء رد التحالف العربي عنيفا وقويا حيث شن الطائرات التحالف سلسلة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح استهدفت مخازن أسلحة ومعسكرات في عدد من المواقع بالإضافة إلى أهداف حيوية تابعة للمخلوع صالح في مسقط رأسه بمديرية سنحان جنوب العاصمة وبأكثر من عشرين غارة قصفت طائرات التحالف العربي أهدافا عسكرية في منطقة ضحيان المعقل الرئيس لزعيم المتمردين الحوثيين ومعسكرات كهلان والصمع في المرتفعات المحيطة بمدينة الصعدة وفي محافظة عمران حيث استهدفت الطائرات مواقع تابعة لمعسكر العمالقة وقصفت بأربع غارات مواقع أخرى في منطقة حوث المجاورة وفي وقت سابق حررت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية عددا من المناطق في الجوف بينها ضبع ومعسكر الأجاشر واستعادت أسلحة وذخائر متعددة مقاعة العشرات من الميليشيات الإرهابية بين جريح وقتيل كما أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في خب الشعف إثر معارك عنيفة مع ميليشي الحوثي وصالح الإنقلابية هذا وكان الرئيس اليمنية عبدرب منصور هادي أعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على موقفها المشرف تجاه اليمن وشعبه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها إثر عمليات الإنقلاب ودعمها اللامحدود في الدفاع عن الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية وإعادة تأهيل عدد من المرافق الحكومية في المحافظات المحررة لتستمر قوات التحالف العربي بواجبها الوطني لتحرير اليمن واليمنيين من الإنقلابين